السلام عليكم اخوان كي لكم صباق يبس عليكم بخير هانين انتمنى كل شي يكون بخير وعلى خير يقولكم ان شاء الله تكونوا في احسن صحة وفي احسن ما يرام اه سمحون لنا بزاف اللينا تعطنا لكم في نصف بعد فيديوهات او يعني ندرو على شي مواضع نظرا لكم عارفين اه لو قيت شهادية لها وقت اه يعني كيتغير الطقس وكيتغير الجو فا اه يعني كنا اتقدر منكم ان انا منشرنا الفيديو اما هدا رفتشي موضوع بسبب المعارض راكم اعارفين الاخوان اه وقت المعارض ديال اه ديال البلد كيف ما نقوله باللغة العامية ديالنا الرواح ديال فالوقيت شهادية تكون الله راحي اه وكنشكر بزاف اه الناس اللي كتتواصل معينا في الخاص والناس اللي كتسول علينا شكرا لكم بزاف والناس اللي كتخلينا تعاليق انه تعاليق ديالكم ويعني التساؤلات ديالكم هي اللي كتحفظها هنا نلو حق فيديوهات على مواضيع مختلفة بالنسبة الاخوان لهذا النهار هادان ان شاء الله بغيتن نحضر على واحد بغيتن ديل واحد جزء تاني على الدراجة النارية ان شاء الله ولكن بطريقة اخرى يعني بطريقة مختلفة يعني بحيث نحضر يعني نكمل الموضوع الاول اللي كتحضرت عليه بحيث نكمل لان الناس كتسائل بزاف وكتحضر بزاف وكاين بعالمرات يعني عدنا شي ناس يعني كي حاولوا انو ميدلوا ش حاجة اللي هي لا يعني ما يمكنش اه كي حاولووا امكاني نرضوها انها تممكن اه اخوان اه بغيت نحضر اليوم بالخصوص اصلاح دوك الدرجات النارية اللي كيكون الحجم ديره مكبير وكتلقى اه اندكار تقريس صغيرة يعني بلاكة صغيرة كيف ما كنقوله احنا احنا في مغالب كنقوله بلاكة صغيرة بالنسبة للماطر الصغار يعني 49 سي سي وماطر كبار مالك يكون يعني فوق فوق الخمسين يعني يعني ديكساك يخصك ضروري من رخصة السياقة باش تسعمل لذيك الدرجات النارية اللي من الحجم الكبير كتتسمى اه دخل عندي واحد صادق انه دخل عندي وصولني قال لي اودي اه انا بغت نشرك احد الماركة دير واحد الموتور اللي اسمته جيليرا جيليرا رونر غربية لكم كتعرفوها هذيك جيليرا رونر فيها فيها بزاف وقد ايجا هدرت عليها في ذاك الفيديو السابق على اشهر اتمينة او اشهر 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 درجة نارية بالمغرب الى ما اذا ما عرفتش هنخليك الرابط ديرو بشتاو ترجحت تشوف الفيديو وغتتفهم على شكو نهدر هذيك الدراجة بالضبط اللي هدرت عليها بابا هذيك جيليرا رونر رافيهات قريبا يعني كذلك انواع دي الماطر رافيها من الخمسين حتى الى 180 يعني من 49 سيسي حتى الى 180 سيسي اياه في السوق تقدر تلقاها بلاكة صغيرة وكتلقى الموتور حجم كبير يعني اما 125 او 125 سيسي او 180 سيسي اخوان واحد القادير اللي بغت نهدر عليها اللي هي خلتني قاعدني تقصى ندير هذا الفيديو هذا يعني من بعد ما تدخل عندي واحد صادق ويسولني ويعني كيان سيستيب بغي ذاك الموتور كبير وبلاكة صغيرة انا بغت نقول ليه يعني عايز ما نفهم فيه يعني انسان ما بغاش يفهم ويعني نحتاج في السوق ليه ممكن لك ترولي يبي وتسيركي يبي ولكن واحد القادية وش ما فيكر وش الانسان ما كيفكرش فى الآفات عن هاد القادية لبغاش ندخل لنا الدماغه اللي نفرض لها قدار الله يعني انسان ااين انتا شريت على الموتور هذا الاو 180 في الماكينة وعندو بلاكة صغيرة وخا تتفق معكم تشريك وكتسير كلي بي الي نفريد تطلق حديثة تسير انا ما كنظرش على حديثة تسير يعني تقدر تديرها امي كالمون يعني تطرنجها امي كالمون يعني تدير يعني ديك كوستالاميابل يعني معينة ويدية بين كوبين اللي درشي مع الاكسينون انا كنظر الى وقات شيكسيدة قرب يعني دخل كيفشي واحد لا قدر الله الله يحفظ دربتيه تسببتي لي في حديثة تسير يعني تسببتي بحديثة تسير لي هي تكون يعني فيها فيها اضرار يعني فيها اضرار يعني بالنسبة دربتي واحد ما تعرف شنو يقدر يتهلس يقدر يموت يقدر بزدف الحواج وانت عندك الموتور فيه في الماكينة ديالو يعني في في الموتور ديالو 180 يعني السعادة تتلخيل في الكارت غريس ديالو ولكن انت عندك كارت غريس صغيرة هذه الكارت غريس صغيرة لك ساعة فاشك توقع الحديثة يعني يعني نزل الامن راك يدور الموتور كيدوز واحد كيدوز واحد الخبرة وانت عندك انت تتلقى ذاك الموتور راح موتور عنده مكينة كبيرة يعني 180 كيف ما بغي هاد السيدة ديالو اللي يهدر معايا ارا فيها متابعة قضائية يعني احنا دا بغي بش منتعمه وش هذا الوحد الحاجة اللي هي باينة قدامنا وحنا كان بقالون لخصنا نحلل اللي بغينا ونحرموا اللي بغينا نو انا كان اظهر شي حاجة اللي هي معقولة وش حاجة اللي هي لوجيك وش انت سايق موتور حجم كبير عنده ورق ديال سيكون وده تيبه اكسيدن غراب يعني شنو 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 تكون نتيجة نتيجة انها غدي تكون فيها متابعة قضائية ومتابعة قضائية خيبة يعني انها فات زوار وانسان ما كيبغيش يعني يقتانع بهذه الفكرة وهذا الموتور اللي كان هدر عليا هو هاد الموتور هذا هاد الموتور هاد هو اللي كان هدر عليا يعني كان هدر عليا اااااا جلالا رونر يهدي هدي 50 هات جلرة هدي رها 50 هدي يعني مشيش هدي 50 هدي جلرة 50 هدي 50 هات جلرة هدي هدي إلا كنت فيها براكس غيرا ما أدنش فيها المشكيل هدي ما أدنش فيها المشكيل نيهائيين أما إلا كنت جلرة يعني من الحجم الكبير 1420 ليه هي هدي رها بينما المكينة ديالها بينما كبيرا وبينما من الفيلتر ديالها بينما كبير يعني رها مكينة كبيرة هدي رها كين فرق ما بين هدي وما بين هدي ليه هدي ها هي الإخوان هدي هدي صغيرة وما رها قد قد في الحجم في الحجم ديال ديال الكادر يعني والكادر ووقفة وكل شي رها هم بحال بحال ما تفرقش بيناتهم ورا ووالو ما غتفرقش ووالو حاجة واحدة اللي في كين كين الفرق والماكينة والماشين هدي فيها ثلاثة لخيل الجهد ديال هدي تقدر توصل الصرعة ديال حتى المية واربعين يعني تقدر توصل الصرعة ديال حتى المية واربعين في كيلومتر في الساعة أما ديال ما غديش تفوت السبعين أو تمانين ما تفوتهاش تالت بريبارات عاد ديال الساعة كتولي مجاهدة أما المطور إذا كان المطور إذا كان صغير وعندي الورقة ديالي صغير فأنا ما نخاف منواله وبالأخص تكون عندي يعني الوتائق ديال المطور كاملة يعني يكون عندي لصيران سكون عندي الورقة ديال يعني تكون عندي لكات ناسيونال تعميل إجبالي يكون عندي سميتو الكارد غريس ديال المطور ما عندي مناش نخاف أما إلا كنتي صيق هاد المطور بحجم كبير يعني قوة جيبائية ديال وثلاثة لخيل أو مئة وثمانين سيسي وعندك ورقة صغيرة ديال هدا فأناك تتقلب على المشاكل غير باش نكونوا واضحين هدي مسألة أخصا يعني صافي نهيو هدرا على هذا الموضوع هذا لأنه أي واحد كفكر أنه بغي يرفع الموقع أنه كي حارب في نفسه رغمه كي حارب في شي حاجة أخرى أولا كي تحدى يعني كي تحدى أي حاجة لا رايح كي حارب في نفسه كنتوف إنه القاتله ليست شي أكسيدون قتل شي واحد أو ضرب شي واحد أو ضربو شي واحد مني ضربو شي واحد أكتولي متابعة قضائية في كلتا الحالتين يضربتي يتضربتي كتولي عندك متابعة قضائية وتاني حاجة اللي بدنا نقول عليها عنده بلقة صغيرة عنده سي خمسين ليفعال هادي سي خمسين يعني عندك أنت سي خمسين وداخله طروض يعني كتقلب على المشاكيل كي تبقى واضحين داخله طروض مطور صغير كتقلب على المشاكيل لأن الدولة غادي تتشابك وهذه القادية قصة نعرفوها وهذه القادية قصة نعرفوها الإخوان حاولوا ما إمكان أنكم تخدموا شوي عقلكم الله يجزيكم بخير لأن الروح دينا رمشي خيصة أننا نشدوها ومقاون نديرو بها ما بغينا لا راكين قانون الإخوان راكين قانون من يكون عندك ديكساء رخصة السياقة دخل الروح ديكساء رخصة السياقة أما أنت ما عندك رخصة السياقة ودخل الروح أرى ما يمكسر وقد تكون سيقع مطور كبير وما عندك رخصة السياقة ودخلت الروح ركا تقلب على المشاكيل يمني غدير أكسي نغة تولي عندك متابعة تولي في واحد متابعة قضائية وقانونية لأنك اختار قطير قانون أرى كل شيء واضح وكل شيء بينه دينا نحن اللي كان مدون التعامل وش واحد عنده مطور 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 صغير ودخل الروح هذا يقلب على المشاكين عندي ورق مطور فيه مكينة كبيرة وورق صغار خطير من الشقيق كان مشاكين عندي وحضر كم تغلق اعتقد نفسي كانت حدى ولا ترقب انا في سفكم إذا اتهدوا كبير كما عارفنا الاخوان لتلقى داخل لن يتعاوض من قرر مهم هذا الموضوع يجب انتطرقنا له وقد نظرها له لذا كانت الموضوع وهناك الاخوان كامل يتغلق على بعض المماطر يتغلق على تمامنا المماطر اللي يتحدروا عليه اليوم هو نسألني واحد الصادق على هوندا سي بي ار دو سان سي كونج ماشين ميل ار ار وماشي سي سان ار ار انا كنهضر على هوندا سي بي ار دو سان سي كونج واجب ايدي لها على ما اعتقد تلتة الخيل هاد هوندا ميتين وخمسين ار ار هي هالي وهدي عادة بان جديدة ماشي قديمة انا مانسحكمش بار اخوان ايا هادي هادي سي بار دو سان سي كونج ايا هادي ايا هادي انا عندنا نصل فورما دي سي بار دي الميل او السمياء راحهم بحال بحال في شكل غير الفرق انه القدام كيكون فيها فلان ديسك واحد ولي كيكون والجهد ديالها عندنا لما تفوتش 140 كم في الساعة ااا وثاني حاجة نصيحة من عندي إذا كنت تشارع هذا الموتور هذا أنا سأخذ هوندا تويستر إن البيس ديلها موجود الهوندا تويستر يعني لعم رادار موتور مزيان اقتصادي وسائل في السياقة وإن كنت تتعلم فيه تال السياقة وتقول اللي محتار في السياقة وراهو اللي الأغلبية دا بدي المدارس ديل تعلم السياقة اراهو ما اللي بلوكي سعملوه هوندا تويستر هوندا تويستر مزيانة ميتين وخمسين ليا هادي ليا دا الإخوان را مشهورة ومعروفة بزاف معروفة بزاف را كيستعملوا نزل ديل 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 تعلم السياقة هادي ببيس ها موجود والله عمرها دا انا كن نشكرها بزاف لان موتور زوين هاد الموتور دا واذا قلت تعلم السياقة انا را ومديرين دا كل نوفو موديل ولكن الانسيان موديل هو هادا هذا هو الانسيان موديل هو هادا يهو هادا وانا على الموتور يعني نسحك بي ان البيس ها موجود موجود في الصغر يا هاي سي بي ايكس تويستر يا هاي هادي هادي اللي عمر لها اما باش تاخد هون دا اه ميتين وخمسين اه ميتين وخمسين ار ار سي بي ار فالبيس ها راه مو موجودش موجود غيف في الميزون ولكن موجود غيف في الميزون يعني راه تمان دي البيس دي روشانج دي الو راه تلقاه غالي ومرتافع تمان في السوق ادي بالنسبة للرد على الاخ الكريم اللي كان سئني على الهوندا دنسو سي كونت ار ار الموتور التاني اللي سئني اللي هي واحد الصادق وهو الزاد ويسا اللي هي هادي هاد الزاد ويسا هادي نوفو موديل يعني النوفو موديل الزاد سبعمية وخمسين على الموتور هادا الموتور اللي عمر هذا صراحة الله من ناحية الكنسوماتي ومن ناحية البيس ديالو راه موجود ماشي ما مو موجوجوش صبخة نوفو وكين بيس ديالو فراح موجود غي هي حاجة وحدة اللي اللي وعرف هاد الموتور هو التامان ديال ديال الشراء ديالو رغم ارتعبع شوية في السوق يعني غادي تعول من خمسة وسبعين الف درهم حتى التسعين الف درهم هاد يتعول عليه هاد القادية يعني من سبعات المليون ونصة تسعوة المليون هدا هو التامان ديال هاد الموتور هادا هاد ما فيه الشك هدا هو التامان باش كي يبدأ في السوق يعني من سبعات المليون ونصة وانتغالي على حسب لزاك سوار بزاك الحواج اللي مقاصة عليهم فيه ونصيحة بلا ما تاخد الموتور يكون مدون إلا رقيتي فيه كارت غريز مغربية يعني ترقيم السابقة دوبول فيك اللي قول اللي نسحك به بالنسبة لإننا دباره ولا ومشاكل دبه كتير دبه ولا في الموتر مشاكل كتير سيتوا على الناس اللي كانوا كي يهدروا على اليف ربعين ولا هذا واخره احنا هدرنا على هذا الموضوع الاليف ربعين وليه الاليف ربعين تيارا هي روها ترقيم أوفيسيال في المغرب يعني إلا إذا كانت شي تصوير أو إلا كانت شي حالة تالت حاجة لابدنا نتكلم على الإخوان وخافيت اللي هدرت عليها ولكن نعود نأكد عليها الإخوان الله يجازيكم بخير اللي كي حيكون لنا عدنا عدنا هواس دي المواطر الكبار وكنا عزلناه لهواية من صغير حتى اللي كبير وكنا الإخوان حاول ما أمكن نصيحة من عندي أنه كل شي يمشي قانوني عزيز عليها موطور كبير شريت موطور كبير خاصني نكون يعني موجد موجد يعني المسائل اللي هي إجبارية بالنسبة للموطور كبير بلا ما نهضرو على اللبس دي الموطور بلا ما نهضرو على ورق التوارق قد ندرو عليه حلقة ذاك اللبس دي الموطور ولكن ده اللي كان نهضرو عليه هنا بزاف وهو الورق الوتائق الإجبارية يعني كارت جريز تاسيرانس رهم موهمين الإخوان والبيرمي سيرتو البيرمي يعني خاصة السياطة كنا نأكد عليها بزاف مهما أن واحد هزيز علي واحد الحاجة أنه إلا هو وجلال مسائل ديالها وتاني حاجة ما نروليش بالموطور يعني ما نسيركيليش بالموطور وأنا ما عنديش تأميل الإجباري ما عنديش لسيرانس ما نسيركيليش بالموطور الموطور ما نسيركيليش بيه نهائي نحطه تيجي بالله الفلوس ونسوريه عن نسيركيلي بيه بشتاع علاش لنا الآفات كتوقع رك غادي سيق في الطريق والحديد كيف ممكن نقوله إحنا في المغرب الحديد ما فيه تيقى رك غادي في الطريق مكتعرف تش كي يوقع لك في الطريق موهم الإخوان شغل نقول لكم سمحوا لي بزافي لطواتي عليكم في هذا الفيديو هذا إن شاء الله في الحلقة الجاي إن شاء الله ركادين هدروع للبس ديال 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 دراجات النارية والنوعية المزيانة والنوعية الرديئة والنوعية اللي هي بتمن يعني مناسبة هي ممتازة وبتمن مناسب فهنا هدروع لها إن شاء الله كشكركم بزاف المتابعة الإخوان وموعدنا إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله وشكرا بزاف المرسلات ديالكم ولكن تأول مرة غادي تشوف هذا الفيديو هذا انتمنى انت نضمت انت لائلة ديالنا بشي وستقديمة جديد فعل جارس وشام والتعليق ديال الكرة كي حفزنا بش دائما إن شاء الله اللي هو مواضيع جداد نحضروا لها في فيديوهات جداد وشكرا لكم بزاف وإلى اللقاء الإخوان السلام عليكم